شاومي بعد ما عودتنا دايما انها بتقدم افضل قيمة مقابل سعر وعملت سحر لما نزلت الريدمي نوت 10 العادي الفور جي بشاشة اموليد فول اتش دي ومعالج سناب دراجون وكاميرا مش عارف كامل بسعر 3000 جنيه بس الموبايل ده عمل نقلة عمل طفرة في الفئة الاقتصادية فرجعت شاومي تاني في كلامها ومعرفتش توفر الريدمي نوت 10 بكميات وعشان تجيب موبايل بشاشة املت حلوة من شاومي محتاج تطلع لحد 3700 جنيه وتجيب الريدمي نوت 10 اس وعلشان شاومي تسد الفجوة بتاعة الفئة السعرية 3000 جنيه نزلت الريدمي 10 العادي اللي هو يا جماعة اوبجريد او تطوير الريدمي 9 القديم ما ينفعش يقارن بموبايل من فئة الريدمي نوت لان الريدمي نوت اعلى من فئة الريدمي بس فانا مش جاي ادافع عن الريدمي 10 انا جاي اقول لك ايه مواصفاته ومميزاته وعيوبه وهل السعر اللي ينزل به منطقي ولا لأ دلوقتي تعمل ايه تعمل اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة في البداية الفيديو ده برعاية موقع LuckyEgypt.com اعلى موقع بيديلك Cashback في مصر بيوصل لعشرين في المية في كل المواقع اللي بتحبها اونلاين زي امازون جوميا امريكان اجل علي اكسبريس وغيرهم كتير وكمان دلوقتي فيه مسابقة لما تشتري من خلال LuckyEgypt.com ممكن تكسب ايفون 12 برو ماكس وهيتعلن عن الفايز اخر الشهر على صفحة الانستجرام بتاعة Lucky مش بس كده موقع LuckyEgypt.com بيديلك خمسين جنيه دي التسجيل تقدر تستفيد بيها بعد اول عملية شراء اونلاين طريقة استخدامه وسهل جدا اختر الموقع اللي حابب تشتري منه هتروح تشتري بالطريقة اللي متعود عليها ارجع على موقع LuckyEgypt هتلاقي الكاشباك بينزل في حسابك في خلال 17 يوم وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجع لك كمان تقدر تستفيد بعروض الكاشباك الاولاين من خلال Application Lucky اختاري الطريقة اللي تنسبك سواء الموقع او ال Application. هسيب لك لينك Lucky تحت في ويلا بينا نبدأ مراجعتنا. تصميم الريد ميتين ميكس معقول. خامت بلاستيك مقبولة جدا في الفئة السعرية دي مع تصميم كاميرا خلفية مبهرج وامطرقع يحسسك انك شاري موبايل غالي. شاومي دايما بتحاول تحسسك بالاهمية. وانك شاري موبايل غالي مهما كان الموبايل رخيص. اكيد اللون الجري اللي معي بيتبصن بسهولة بالرغم ان المفروض انه فينيش مط. ممكن تفكر في اللون الابيض لو مش حابب موضوع التبصيل. بروز الكاميرا خلفية كبير نسبيا على فئة الموبايل. كل البروز د الموبايل وزنه حلو. مية واحد وتمانين جرام. تخانة تمانية وتسعة مع عشرة ملي معقولة. يعني من الاخر الموبايل مسكيته في الايد كويسة ما فيهاش مشاكل. نبص على شاشة هنلاقي ميكس عجيب جدا. شاشة بحجم ستة ونص بوصة بدقة كويسة مع تردد بيوصل لتسعين هرتز والسيلفي موجود في سجب الشاشة وحجم السجب كبير شوية عن الطبيعي. مش عارف ليه كده يا شاومي. بص علشان ابقى واضح وصريح معاك من الاخر شاشة مش حلوة من ناحية الالوان الوانها بهتانة قوي. ازاي يا شاومي بعد ما نزلتي ريدمي نوت تن بتلات تلاف جنيه والشاشة اعمل للطحفة? نلاقي الشاشة دي في الريدمي تن. زي ما قلت لك في اول الفيديو. الريدمي اقل من الريدمي نوت. ولكن هي بس لغبطت الاسعار اللي عملت فينا كده. وخلي بالك عندك برضو في فئة التلات تلاف جنيه السامسونج جالاكسي اتنين وعشرين. هيقدم لك تجربة شاشة اعملت احسن بالوان افضل كتير حتى ولو دكتها اقل. وعلى فكرة شاش الريدمي تن حتى اقل من الشاشات المنافسة في الالوان. يعني انا دلوقتي اعمل لك مقارنة بين شاشة الريدمي تن جنب شاشة الريدمي نوت تن الاملت جنب شاشة الريلمي سي خمسة وعشرين الاتصادي اللي شاشته اي بي اس ودقة اتش دي. هتلاقي الوان النوت تن طبعا احسن حاجة. يجي وراها الريلمي سي خمسة وعشرين. انت متخيل? واقل لالوان شاشة هي شاشة الريدمي تن. فخلينا ننطفق ان شاشة الريدمي تن عنصر ضعف فيه. الدقة حلوة م بس الاهم الالوان. هيجي واحد يقول لي حرام عليك يا عم دي الشاشة تسعين هيرت. هقول له ثواني خلينا نتكلم بقى عن بجزئة الريدمي تن جاي بمعالج ميديا تك جي تمانية وتمانين تكنولوجيا اتناشر نانو. المفروض ده معالج جديد. ولكن بواقع تجربتي فهو ما يفرقش كتير عن ال جي خمسة وتمانين. ال جي تمانين. ال جي سبعين. كلهم اخوات. تذكرت التخزين في الريدمي تن اي ام ام سي فايف بوينت وان مش يو اف اس تو بوينت وان الاسر زي ما شاومي معا ودانا. بص انا حقيقي مش شايف الاداء هنا نقطة قوة في الريدمي تن. انا شايفه اداء عادي. شوية هتلاقي سريع. وشوية هتلاقي تقطيع بسيط في الوجه. لما قارنته بريلمي سي خمسة وعشرين وريدمي نوت تن من ناحية الاداء. لقيت طبعا اداء الريدمي نوت تن احسن في حتة الواحدة. ولقيت اداء الريدمي تن ممكن يكون زي ريلمي سي خمسة وعشرين. فرق المعالجات هنا مش محسوس. انت ممكن تشوفني ببالغ بس هي دي الحقي الريفريش ده قال تسعين هرتز اللي في ريدمي تن مش حاسس بيهم معظم الوقت. ممكن احس بيهم لو بسكرول في محتوى متحمل مثلا. وده كل فين وفين. فلو بتدهر على افضل اداء انصحك تزود ميزانيتك اصلا وتفكر في بداية التانية من شاومي نفسها. سواء لقيت ريدمي نوت تن ما لقيتش يبقات ريدمي نوت تن اس. المهم يعني لو انت عايز اداء سريع وما يضايقكش ريدمي تن بلاش منه. الاداء في الالعاب في ريدمي تن معقول جدا. باب جي بتشتغل على هاي اتش دي بشكل كويس. مش هتواجه تقطيعات او اي حاجة. الموبايل بيسخن بس مش بيولع نار. يعني السخونية مقبولة يعني زي سخونية معظم معالجات فاة جي من ميديا تج. تشتيز الحرارة كويس في الموبايل لان الجسم من البلاستر. الباصمة هنا على زرار البور. ومش سريعة. بتتأخر حاجة بسيطة. بسبب الوجهة. وده ما ينفعش يا شاومي. يعني احنا قلنا على عدة قبل كده كتير. فالمفروض نتجرب موبايلاتنا قبل ما نزلها. الفيس قال لك مق تشعارات ولا في حاجة تعوض عنها. فيه مايك اضافي لعزل الدوشة. وفيه مستشعر اي ار المميز بتاع شاومي. الصوت هنا ستيريو. حلو. هيعجبك. يمكن دي من احسن الحاجات اللي في الموبايل ده. خلي بقى لك بقى. الجايروسكوب هنا مش هاردوير. وهيتأخر معك شوية في التحديد. مستشعر او التقارب هنا الحمد لله هاردوير. شغال زي الفل. ايوة كده يا شاومي يا ريت كل موبايل يبقى فيه سنسور كويس زي ده. اما بالنسبة لشبكات الواي فايف هدي ريت ميتين تقييم متوسط في الواي فاي. هو مش اقوى حاجة. ولكن متوسط. وهتدي له تقييم فوق المتوسط في شبكات الاتصال لاني ما شفتش منه مشكلة في فترة تجربتي ليه وهنتظر برضو تجربتكم انتم. بطارية الموبايل هنا خمس تلاف ميلي امبير اداءها معقول زي معظم موبايلات شاومي اللي بجربها. سبعة تامن ساعات شاشة مفتوحة كويس مش وعيش. الشاحن المرفق مع الموبايل اتنين وعشان ونص واط بيشحنه بطمانتاشر واط في حوالي سا ممكن اتقبل سرعة الشحن دي تحت التلات تلاف جنيه. انما فوق التلات تلاف جنيه. لا. ليه? لان شاومي عودتنا على سرعة الشحن التلاتة وتلاتين واط فوق التلات تلاف جنيه. الريد ميتين جاي باربع كاميرات في الظهر. الاساسية خمسين ميجابيكسل فتحة عدسة والتانية تمانية ميجابيكسل فتحة عدسة للتصوير الواسع والتالتة اتنين ميجابيكسل مكرو والربعة اتنين ميجابيكسل عزل والسيلفي تمانية ميجابيكسل فتحة عد سياتو بوينت زيرو موجود في صجب الشاشة. خلينا نتفق على حاجة. لما كنت بجرب الموبايل ده وبجرب الكاميرا بتاعته بصور وبص على الصور على شاشة الموبايل. مكانتش عجباني الصور تماما. وقلت ايه الكاميرا التعبانة قوي دي خمسين ميجا بيكسل ايه ونيلت ايه. اكتشفت في الاخر ان الشاشة هي اللي وحشة والوانها بهتانة. وكانت ظلمة الصور بشكل كبير. ده مش معناها ان كاميرا ممتازة يعني ده. انا بس حابب اوصل لك حاجة. وعلشان نقدر نحدد اداء الكاميرات انا عامل لك مقارنة بين كاميرا الريدمي تن وكاميرا الريلمي سي خمسة عشرين وكاميرا الريدمي نوت تن. ومحتاج اعرف رأيك في الصور. ماشي يعني اتفرج عالصور كده. واللي رأيك في كومنت. اول صورة ما عجبنيش تعامل الريدمي تن في لون السماء. وعجبتني اكتر صورة الريلمي سي خمسة عشرين. تاني صورة هنا عجبتني صورة الريدمي تن والنوت تن اكتر من سي خمسة عشرين اللي كانت الصورة بتاعته نعمة شوية. تالت صورة هنا عجبتني صورة الريلمي سي خمسة عشرين كمعالجة وتفاصيل. الريدمي تن مكانش الافضل. رابع صورة بورتري اكتر الوان عجبتني هي الوان كاميرا الريلمي سي خمسة عشرين برضو. خامس صورة في اضاءة ضعيفة الريلمي سي خمسة عشرين في حتة الوحدة. معزز الالوان ومخلي عينك تحب تشوفها. احسن من الريدمي والنوت كمان. واخر صورة ده ضعيفة برضو عجبتني اكتر صورة الريلمي سي خمسة عشر. ده معنى ايه? كاميرا الريدمي تن مش احسن كاميرا في الفقال الاتصادية تحت التلات تلاف جنيه. ممكن اقول عليها مقبولة. ولكن مش الافضل. وبلاش نطلع بها السماء. بالنسبة للسيلفي في الاضاءة الخارجية الريدمي تن بيقدر يطلع صور سيلفي مقبولة تقدر تعتمد عليها من ناحية الالوان والتفاصيل والمعالجة والكلام ده. ولكن في الاضاءات الداخلية السيلفي بتاعة ريدمي مش حلو تماما. سيلفي خمسة عشرين احسن بحبة حلوين. وسيلفي النوت تن برضو احسن من سيلفي. من نسبة تصوير الفيديوهات بالريدمي تن في الموبايل ده موبايل اقتصادي. اخره في تصوير الفيديوهات على الف تمانين بس. ودي الجودة اللي انا بصور عليها طبعا عشان المعالج تمانية وتمانين ده اخره في تصوير الفيديوهات. عموما هنشوش مع بعض جودة الصورة الالوان اه طبعا مش هتلاقي ثبات لان زي ما قلتلك من شوية مفيش اصلا اه جيروس كوبارد وير فا جيروس كوبارد وير وبالتالي هتلاقي مفيش اي ثبات الكتروني في الفيديو وبرضو هنختبر مع بعض الصوت لان الموبايل كده كده فيه موايك اضافي لعزل الدوش الاسعار الرسمية لريدمتين نسخة اربعة وستين واربعة الفين وثلون وميت جنيه نسخة مية تمانية وعشرين واربعة تلات تلاف وميت جنيه وينفعت ركب كارت ميمري وشارحتين اتصال مع بعض رأي نهاية نازل غالي شوية عن السعر اللي المفروض كان ينزل بيه جايز علشان هداية الحجز المسبق انا شايف ان المنطقي ان النسخة المية تمانية وعشرين واربعة تبقى تحت التلات تلاف جنيه مستريح وعلى فكرة ممكن خلال اسبوع ولا اتنين تلاقي النسخة دي فعلا بقت تحت التلات تلاف جنيه مضافش جديد من شاومي معظم مميزات الموبايل ده شفناها قبل كده من شاومي تحت التلات تلاف جنيه سواء مستشعر شحن طمانتاشر واط المعالج اللي ادقه مش فارق كتير عن الجي خمسة وتمانين الكاميرات اللي ادقها عادي متواضع جدا يا راجل ده سي خمسة وعشرين تفوق عليه كل المميزات دي شفناها في بوكو ام سري ريدمي ناين تي ريدمي نوت ايت عشرين واحد وعشرين يمكن ريدمي تاني يكون ميكس لطيف بين الموبايلات دي كلها زيادة عليهم سنسور تقارب شغال كويس وشبكة اتصال معقولة ايه الزيادة تاني في الريدمي تين التسعين هيرتز وانا بقولك مش هتحس بيهم قوي نصيحة بلاش تدفع اكتر من تلات تلاف جنيه في الريدمي تين زي وجهة نظري لان شاشة الموبايل مش الافضل في الالوان والسطوع والكاميرات ادائها متواضع قوي واداء الموبايل نفسه مش سريع للدرجة الكافية وكمان البصمة مش سريعة قوي بس كده انا خلصت اتمنى يكون الفيديو عجبك فلو عجبك اعمل اللايك الجميل لو عمضتش في الاول واكتب كومنت وقل لي ايه رأيك في الريدمي تين هتشتريه ولا لا? وتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبازل ومفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول بول سلام